النقطة الثانية جذب انتباه الطلاب والمحافظة عليه فمن الضروري جدا لتكون المحاضرة محاضرة جيدة أن يبدأ المحاضر محاضرته بجذب انتباه الطلاب وليس فقط هذا بل لابد من المحافظة عليه وهناك أساليب كثيرة ربما نتكلم عن بعضها بعد قليل عن كيفية جذب الانتباه لكن من أهمها طرح السؤال من أهمها مثلا البدء بقصة من أهمها تنويع البدايات لا يبدأ الأستاذ دائما محاضرته بشيء روتيني أو رتيب وتقليدي بل يفضل دائما أن يكون لكل محاضرة بداية جديدة في هذا من الأشياء التي فعلا تجذب الانتباه أيضا تكرار طرح الأسئلات تكرار تأكيد على النقاط المهمة كل هذه من الأشياء التي تجذب انتباه الطلاب وتحافظ عليه من الأشياء التي أيضا تجعل المحاضرة مفيدة وتجعلها أسلوب فاعل في التدريس الجامعي أن يبدأ الأستاذ بالطلاب بدلا من المادة نحن تعودنا دائما أن نركز على الجانب العلمي نركز على محتوى المحاضرة المحتوى العلمي للمحاضرة لكن الخبراء يقولون أيضا لا تنسى المستهدفين بالمحاضرة ولا تنسى الجانب الإنساني في المحاضرة فيفضلون دائما أن يكون هناك اهتمام بالجانب الإنساني يعني العلاقات الإنسانية قبل البدء بالمحاضرة بحيث مثلا يكون هناك نوع من التواصل التواصل سواء اللفظي أو التواصل البصري مع الطلاب السؤال عن حالهم مثلا أو السؤال عن المستجدات السؤال عن مدى استعدادهم لهذه المحاضرة بمعنى أن يبدأ الإنسان بشيء يقوي العلاقة مع الطلاب قبل البدء بالمحاضرة بحيث يشعر الطلاب فعلا أن الأستاذ يهتم بالطلاب قبل أن يهتم فقط بتقديم المادة العلمية من الأشياء المفيدة أيضا أن لا تقتصر المحاضرة على ما يتم داخل قاعة الدرس وقاعة المحاضرة بل يكون هناك يعني امتدادات للمحاضرة بالذات في هذا الوقت الذي صار هناك يعني إمكانية لهذا من خلال مثلا الرجوع إلى الإنترنت ومصادر المعلومات فممكن بل قد يكون من الشيء المفيد لتطوير وتفعيل المحاضرة أن يكلف الطلاب سواء قبل المحاضرة أو بعد المحاضرة بالإعداد لشيء معين سيطرح خلال المحاضرة أو بالتوسع في نقاط معينة ربما لا يسمح الوقت للحديث عنها داخل المحاضرة المقصود أن لا تكون المحاضرة فقط مقصورة على قاعة الدرس أو قاعة المحاضرة بل يكون هناك امتدادات لها لو حتى جوانب تطبيقية بمعنى أن يطبق إما أن يذكروا الطلاب تطبيقات لبعض المفاهيم في المحاضرة من حياتهم العامة التي خبراتهم السابقة أو أن يحاولوا تطبيق ما تم طرحه في المحاضرة في مستقبل الأيام أيضا من الأشياء التي تجعل المحاضرة مفيدة أن يجعل الأستاذ الطلاب يفكرون كعلماء متخصصين وهذا مهم لأننا نتكلم عن التدريس في التعليم العالي ليس المقصود هو فقط نقل المعلومات وإنما أن الطلاب يفهمون هذه المعلومات بوصفهم وناس متخصصين ويفترض أنهم يكونون علماء ورواد في مجالهم فبالتالي يفكرون أو يحاولون التدرب على أن يفكروا بالضبط كما يفكر العلماء المتخصصون في مجالهم وهذا فيه إشارة إلى أن لا يكون القصد والهدف هو فقط نقل المعلومات وحشو الأدمغة بقدر ما يكون فعلا الفهم والتعمق في المسائل التي تطرح في المحاضرة أيضا من الأشياء التي تساعد في تفعيل المحاضرة وجعلها محاضرة مفيدة إيجاد خبرات تعلم متنوعة وهذه نقطة مهمة يعني لا تقتصر المحاضرة فقط على مجرد الإلقاء وباتجاه واحد بل يحاول الأستاذ أثناء المحاضرة وأثناء الإلقاء أن يجلب ويأتي بخبرات تعلم متنوعة سواء من قبله هو المواقف التي مرت عليه الاستفادة من التقنيات الحديثة في تفعيل المحاضرة أو من الطلاب وخبرات الطلاب والمواقف التي مرت على الطلاب بحث لا تكون المحاضرة يعني محاضرة في اتجاه واحد وأيضا المحاضرة سطحية تعتمد فقط على نقل المعلومات المجردة إذن هذه الستة أشياء التي يفترض أنها تجعل أو تزيد من جعل المحاضرة محاضرة مفيدة وفاعلة وسوف نتكلم إن شاء الله عن أشياء أكثر تفصيلا ربما تجعل المحاضرة أكثر فعالية ترجمة نانسي قنقر